أنا أتكلم بمنتهى الأماني أنا أريد أن أتسألك على عامل علي معلول وأسألك على كهربا مكمل ولا محمود كهربا ما عندهش أي عروض محمود كهربا بيفكر أن يروح عرض خليجي لو الأهلي حسب اللي هو وصله عنده اتجاهنه يتعقد مع اتنين مهاجمين واحد أجنبي واحد محل نموديس خلاص مش موجود فهو بيقول يعني وجهة نظر هو أنه هو مثلا لو الأمور كده أنا هشوف حاجة بره لكن هو الحد دولة ما عندهش أي عروض والكلام اللي تردد ده كان مجرد محاولات من البعض لتسويق اللعب لكن ما عندهش أي عروض على مستوى الرسمي ما عندهش حاجة علي معلول علي معلول الأهلي كابتنا حمود خطيب قاعد مع علي معلول في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وتكلم معانا إحنا هناخد رأي الراجل وهنشوفه القصة دي كلها والحد اللحظة اللي بكلمك فيها ما فيش أي حاجة إمبارح كابتنا حمود الخطيب خد قرار بإغلاق ملف التجديد وتمديد العود لما بعد مبارتي الترجي التنسي فبالتالي الملف مقفول لحد يوم 25.5 لكن عالم معلول المشكلة اللي هتفضل قائمة الفلوس مص اللعب عايز يقعد والأهلي عايز اللعاب يقعد وكل الأهلي عايز اللعب يقعد بس كلمني عن اللعب ياخد مليون ومتين ألف دولار وعايز يقعد اتنين لا 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 مش صحيح هو عايز ياخد نفس الرقب بس الأهلي بيعرفتهم المية فهنا يعني إجاب كبير شوية نسبة لموضوع الدولار تحديدا على وجه التحديد عظيم جدا طيب